السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في يوميات في ماتوغا كنت من هذا الفيديو يلقاكم بخير على خير في أحسن الأحوال اليوم بعد طلب بعض المتابعين لي طلبوا مني أني نصاب لهم المدفونة هذه الخبزة من شهورة عندنا في الجنب الشرقي وقررت اليوم أني سنشاركها معكم كانت مناتنا الإعجاب لكم بسم الله على بركة الله هنا استعملت نصف كيلو من الدقيقة الخالص من عقا صغيرة من الخاميره من عقا صغيرة من الملح نخلطو المكونات بماء يكون دافئ وبسم الله على بركة الله نحاول نجمع هذه المكونات بالماء بشوية بشوية حتى نجمع العجاب لي نحن نصاب معكم خبزة واحدة نحن نصاب معكم خبزة واحدة طلبوا مني أني نشاركها معكم وطلبوا مني أني باش مطيبة ومفر في الفرن في الفرن تقليدي نحن نجمعها جيدا نجمعها 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 بعد جمعات العجينة وبالكسام جيدا و نحاول نغطيها و نجعلها تخمر لمدة نصف ساعة و نحاول مكويلة المرقة لحشوة بسم الله على بركتله هنا استعملت رابعة ديال الكفتة ديال الغنمي هنا تطلل البيضات هنا شوية ديال الشحمة قطعتها على شكل القيق بهذا الشكل هذا قطعتها على شكل القيق هنا استعملت بصلة كبيرة شلطة على شكل القيق هنا استعملت ملعقة صغيرة من السكنجبيل قليل من الزعفران قليل من الكامون ملعقة صغيرة من الكامون ملعقة صغيرة من التحمير ملعقة صغيرة من السودانية و البيضاري اختياري بسيطة ديالة ديالة و بسيطة ديالة بسم الله سوف نضع كفتة سوف نضع لبصلة تضع قليلة قولنا قلنا كزفة قضية قضية نضيف الضغط نضيف الزيت نقطع البيض هنا البيض اختياري لا يوجد اختيارك انا كنت استعمال فادمتونة هذه فادمتونة فادمتونة نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف الضغط المنحة أخبرت المكوينة بعد ما اخبارت لي احشينا شكلت من انها جيش كوية راسب هذا الشكل نحن نضمها على الجنب و ندفع هنا يوجد الصنية فى ندرها نضمها على الجنب و نضمها على الجنب و انا اعجبا و انا اضمت حجم كبير فران كبير اعجبوا الحجم على الجنب و انا اضمت المنزل ثم نقوم بإعجابه 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 ثم نحن نستفكه ثم نقوم بإعجابه ثم نقوم بإعجابه الشوت فإمكاننا القرية نحاول أن يزعب التساوي نحاول الأسفل الآخر وضعها إلى البدد الشكل نحاول أن أصل على الجناب لكي لا تحلل إجسام سوف نقوم بتحديد الفرن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة